كانت ليلة مظلمة عندما وقفت أمام القصر القديم المعروف باسم بيت الموت الذي لا يزال سكان البلدة يتذكرون دخلت بعد أن فتحت الباب بصوت خرير واستقبلتني رائحة الغبار التي جمعتها السنين في كل خطوة شعرت بأثر الماضي على جدران القصر بينما أسير في الأروقة اهتزت الجدران قليلا كما لو كانت ماضية البيت يتجل كانت ورق الجدران القديم يظهر أشكالا غريبة تشبه الشخصيات التي كانت تراقبني وقفت في إحدى الغرف وبدأت بيان قديم يعزف لحنا حزينا يكسر الصمت انتلأت الغرفة بالظلال كما لو كانت أرواح الذين عشوا في هذا المنزل تتجول حولي سمعت همسا غامضا فجأة لمذا جئت إلى هنا كأنه سؤال من كائن غير مرئي لم يكن هناك أحد في الغرفة ولكنني كنت أشعر وكأنني أتحدث مع أشباح الماضي فيما أسير بين الغرف ازدادت أصوات أفراد العائلة القديمة ولكن لم أرى أحدا وأخيرا وصلت إلى غرفة نوم وجدت صندوقا مهملا فتحته لأجد بداخله صورا قديمة للعائلة ودفترا يوميا في اليوميات كانت تروي قصة مأساوية عن ماضي العائلة كان ذلك اللحظة عندما تصاعدت الأصوات في البيت والظلال بدأت تدور حولي والجدران تنطق بكلمات غامضة كانت تلك الليلة في هذا البيت القديم تحديا لمواجهة الماضي والتحدث مع أشباحه عندما جاءت